اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معاني النص ومضامينه اذا النص الشعري صفحة 207 208 وهو للشاعر علال هاشم الخياري وهو شاعر وباحث مغربي معاصر اذا العنوان الحصة جمال المغرب نعم بسرعة نمر الى اسئلة اتهيأ للقراءة نحضروا معي الصورتين جيدا بلدك جميل اين يتجل هذا الجمال ماذا نقصد هنا بلدك جميل نقصد به المغرب نعم اعدد كل ما اراه جميلا في الصورتين نعم نلاحظ الصورتين جيدا ثم نصفهما جيدا ماذا يوجد بالصورتين هل يتناسب العنوان مع الصورتين كيف ذلك نحاولوا ان تصفوا الصورتين جيدا ونربطهما بالعنوان وهو جمال المغربي او كيف يتناسبوا هذا العنوان مع الصورتين اتوقعوا الافكار التي سيتحدث عنها الشاعر في القصيدة كما العادة دائما عندما نماهد للنص بالاسئلة التهيئية نعم فهدفنا هو توقع ما ستحدث عنه القصيدة الشعرية هنا في هذه الحصة اذا اتوقع الافكار التي سيتحدث عنها الشاعر في القصيدة انطلاقا من وصفنا للصورتين وربطهما بالعنوان نعم نتوقع فرضيات او نتوقع افكارا ومضامين ما سيأتي به الشاعر في القصيدة الشاعرية سؤال اول من افهم واحلل اربط الكلمات بالجمل المناسبة تيهي حل ثم وشا افتخري بجمالك زين الثلج قمة الجبل حل السائح بالفندق السؤال الثاني ابحث عن كلمات من عائلة صاغة اذا هنا لدي الفعل صاغة نحاول ان نبحث عن كلمات من عائلة الفعل صاغة هنا لدينا صاغة فعل الماض قد نأتي بالفعل المضارع ونأتي بالفعل الأمر ونأتي بالاسم الفاعل واسم المنفعول وإلى آخر وهذه كلها كلمات تسمى عائلة الكلمة نعم في السؤال الثالث ابحث عن كلمات من شبكة مفردات رشاش اذا هنا كذلك الأمر يختلف عن عائلة الكلمات لديها كلمة رشاش اذا سوف ابحث عن كل الكلمات التي تتدور في مجال كلمة رشاش بلدك جميل اين يتجلى هذا الجمال نعم يقصد الكاتب هنا المغرب من طبيعة الحال يتجلى جمال المغرب في تنوع الطقس والتضاريس وتعدد الشواطئ اضافة إلى حفاوة الاستقبال والضيافة التي يشتهر بها المغاربة عزائي عزيزتي سبق لنا وأن عددنا نواع سياحية متعددة السياحة الجبلية السياحة الغبوية السياحة الشاطئية وكذلك قلنا بأنه لديه تنوع في الطقس إلى آخره إذن هذه كلها مزايا نعم تدخل ضمن جمال وسحر المغرب وكذلك حفاوة الاستقبال والضيافة التي يشتهر بها المغاربة إذن عندما يأتي السياح الأجانب إلى المغرب لا يحسون بأنهم غرباء ويحسون بأنهم يزورون عدة بلدان في آل واحد كما سبقا وأن تنونا في النص السابق إلى آخره أعدد كل ما أراه جميلا في الصورتين إذن عندما أو عند ملاحظتنا للصورتين ونحاول أن نصف الصورتين جيدا نعم في الصورة الأولى نلاحظ شلالا جميلا تنهمر مياهه العذبة على ارتفاع شاهق نعم في الصورة الأولى لدينا شلال جميل تنهمر أي تتضفق منه المياه العذبة على ارتفاع وعلو شاهق في الصورة الثانية نلاحظ مجموعة من السياح كما تلاحظون نعم يتجولون في غابة خضراء جميلة إذن كيف تبدو لكم تلك الغابة إذن إنها غابة خضراء جميلة ذات أشجار فيها أشجار كثيرة ذات مناظر طبيعية خلابة هذه المناظر الخلابة تغري الناظر بزيارتها والاستمتاع بجمالها نعم إذن فأي تغرينا وتسحرنا بجمالها نعم لكي نزورها ونكتشف نكتشف ما يوجد بها هل يتناسب العنوان مع الصورتين كيف ذلك العنوان لاحظوا معي العنوان جمال المغرب وعند مقارنة العنوان مع الصورتين الصورتان فيهما مناظر طبيعية نعم ساحرة وجميلة إذن هناك علاقة بين العنوان والصورتين إذن فالعنوان هنا جمال المغربي يأكس ما نلاحظه في الصورتين من جمال الطبيعة الخلابة أتوقع الأفكار التي سيتحدث عنها الشاعر في القصيدة إذن من خلال ربطنا العنوان بالصورتين نعم نتوقع نعم عما سيتحدث عنه الشاعر في هذه القصيدة نقول مثلا جمال المغرب وسحره المناظر الطبيعية الجميلة وكذلك تنوع تضاريس المغرب وجمالها جمال المغرب يا بلادي يا جنة الأرض تيه صاغك الله للجمال مثالا عشبك الأخضر الندي بساط يا له طاب للنسيم مجالا أينما حل زائر في بلادي يبصر الفن والرؤى أشكالا يا بلادي يا ذات حسن بديع أنا من داب في هواك وغالا حلم باسم يداعب روحي أينما مال ناظري أين جالا وإذا بي أرى عجائب سحر في الرواب تمثلت شلالا وإذا بالشعاع يخترق الجو فتبدو المروج أصفا جمالا ورشاش الشلال يلمع في الضوء كحبات لؤلؤ تتلالا والربيع الجميل والشرب الخضر فرقت مشاهدا وظلالا أعيد أعيد قراءة النص جمال المغرب يا بلادي يا جنة الأرض تيه صاغ كي الله للجمال مثالا عشبك الأخضر الندي بساط يال ياله طاب للنسيم مجالا حلم باسم يداعب روحي أينما مال ناظري أين جالا وإذا بي أرى عجائب سحر في الروابي تمثلت شلالا وإذا بالشعاع يخترق الجو فتبدو المروج أصفا جمالا ورشاش الشلال يلمع في الضوء كحبات لؤل إن تتلال والربيع الجميل والشرب الخضر فرقت مشاهدا وظلال إذا بعد قراءتنا للنس نعم نجيب عن الأسئلة التالية أولا أربط الكلمات بالجمل المناسب إذا لدينا كلمة تيهي هنا تعني افتخري بجمالك لدينا كلمة حل فمعناها أو الجملة المناسبة لها حل السائح بالفندق نعم حل أي وصل السائح إلى الفندق وشا أي زين الثلج قمة الجبال السؤال الثاني أبحث عن كلمات من عائلة صاغة والفعل هنا صاغة سوف نبحث عن كلمات مشتقة من الفعل صاغة إلى نبدأ مثلا لدينا يصوغ الفعل المضارع يصوغ كذلك الفعل الأمر صوغ ثم مصوغ ثم صوغ صياغة مصوغة صائغ صائغة إذن إذن هذه كلها كلمات من عائلة كلمة أو الفعل صاغ السؤال الثالث أبحث عن كلمات من شبكة مفردات رشاش كذلك هنا لدينا كلمات رشاش وهو اسم إذن سوف نبحث عن شبكة المفردات معناه شبكة مفردات أي جميع الكلمات التي تدخل ضمن مجال رشاش إذن رشاش هنا أتيت بأربع كلمات فقط وقد تأتون أنتم بكلمات أكثر من أربعة إذن رشاش شلال إذن هذا شلال نعم مائ عذب صخري إلى آخره إذن هذه كلها كلمات تدور في شبكة المفردات كلمة رشاش إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة أتمنى أن تكون قد سفدتم وأحطكم على قراءة القصيدة الشعرية قراءة شعرية معبرة أحاول أن تجيب عن بقية الأسئلة نعم أفهم وأحلل إلى ذلك من الحين أشكركم على انتباهكم دمتم في حفظ الله ورعايته وأوشرك بروق شكراً للمشاهدة